اهلا بكم متابعين الى موجز اخبار الان في دقيقة عشرات القتلى والجرحى بعد انفجار سيارتين مفخختين في العاصمة الصومالية مقديشو الرئيس المصري يعين رئيسا جديدا لاركان الجيش وهو الفريق محمد حجازي جلسة لبرلمان كردستان غدا الاحد لتوزيع صلاحيات رئيس الاقليم مسعود برزاني فرارو مائة وخمسة وسبعين الف نازح من مناطق النزاع بين بغداد واربيل استخدام كوريا الشمالية للسلاح النووي سيواجه برد عسكري ضخم من قبل الولايات المتحدة الامريكية وفق تصريحات لوزير الخارجية جيمس ماتس رئيس اقليم كتالونيا يدعو الى رفض قرارات مدريد بشكل ديمقراطي واتساب يطيح للمستخدمين ميزة حذف الرسائل بعد ارسالها اشتركوا في القناة